السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معك أحمد سامير من قناة تكنوفوبيا النهاردة اليوم التاني وهنشرح فيه أنواع البرتيشنز في اللينكس والبرتيشن سايزنج هناك يعني محتاج مساحة دية عشان البرتيشن ديت يلا بينا في البداية انت شايف قدامك دلوقتي الدوكومنتيشن بتاعت فيوديرا وفيوديرا ديت توزيعة من أقوى التوزيعات وآدم التوزيعات اللي فعالة من اللينكس اللي احنا اتفقنا بإذن الله أن احنا هنصطبها بس اللي يمشي عليها يمشي علي غيرها هنبدأ نشوف دلوقتي مع بعض أنواعropolسيات دكارة القناة فى الحال وبعدين نبدأ نتكلم ونشوف احنا عندنا خمس أنواع من اللينكس دكارة القناة للنوع الأول هو النوع العادي اللي كلنا عارفينه اللي هو الها verlierت بتاعنا اللي انت بتحط فيه البيانات العادية بتاعتك وده مش هنكلم علي advantages كل واحد فينا حر في مساحة الزيادة بتاعته اللي هي بتاعة الهارد اللي في الغالب بتتفارمت منك وانت بتسطى باللينكس فدي المساحة الزيادة بتاعتنا اللي احنا حطينا على الهارد بتاعتك اللي انت حط عليه كل حاجة ثاني نقطة او اول نوع من انواع البرتشنز اللي هو برتشن البوت يعني ايه بوت؟ اللي مايعرفش اما تفتح الجهاز بتيجي جهاز نفسه بيحمل ويجيب لك مثلا لو انت مستخدم جهاز دل ولا حاجة بيجيب لك دل ويجيب لك بايوس ويبدأ يحمل وبعدما هي بايوس يحمل بتبدأ النسخة اللي انت مسططبها على الجهاز تحمل اللي بيخلى النسخة دي تحمل البوت بتبقى رمي حبة ملفات على الهارد في البرتشن البوت ويتعرف الجهاز بتاعك ان البرتشن ده اول ما انت تحمل يا جهاز حمل لي الملفات اللي في البرتشن دي فانت علشان تجد اللينكس يشتغل لازم يبقى عندك جزء من الهارد مخصصه للبوت او لو انت مخصصتوش هو هيتخصص غصبا عنك للبوت زي من الويندوز بتعمل يعني الويندوز اللي كان بيستطب ويندوز سيفن مثلا وإكسي بي وحاجات من دي قبل كده كان بيبقى ملف البوت جوه في برتشن السي نفسه على طول اللي مسطب مثلا ويندوز تين او ويندوز ايت او ايت بوينت وين هيلقى عنده مثلا ملف زيادة او برتشن زيادة وهو بيتعامل مع برامج اللي بتقسم الهارد انا مثلا دلوقتي هوريك الهارد بتاعي ده الهارد بتاعي الهارد بتاعي هنا بيقول لان عندي برتشن السي اللي انا مسطب فيه الويندوز اللي انا مخترت اخترت المساح دية لتسطيب الويندوز عليها فقلت له اعمل لي السي قد كزا 60 جيجا مسا ام هو اوتوماتيك ام عمال لي برتشن السي اللي حطيلي فيه اللي بيقول لي هيلسي ومسؤول عن البوت والبيج فايل واللي مش عارف ايه وايه وايه وحطيلي ده برضو بيبقى مسؤول عن البوت ومسؤول عن ومسؤول عن وحاجات كتيرة كده تبع الويندوز يعني من الاخر مكانش محتاج السي بس كان محتاج السي وبرتشن تاني مساحته خمسمية ميجا زي ما انت شايف كده يساعده علشان يشتغل نرجع تاني لموضوعنا يبقى احنا قلنا اول نوع من اولوع البرتشن برتشن البوت وده بتبقى مساحته صغيرة زي ما احنا شفنا في الويندوز مسلا حاطت خمسمية ميجا ولا حاجة وهو في الغالب برضو بيقى خمسمية ميجا هنا في التوزيعة دي فدوت بيبقى مسؤول عن البوت واللي التوزيعة تبدأ وكلام من دوت بيقولك بتتحطي فيه يعني ايه مش هنتكلم مش مشكلة يعني تعرف يعني ايه دلوقتي بس ايه هي ديت الحاجة اللي اصلا التوزيع مبنية عليها يعني انت فاهم اللي هي اللينكس اصلا اللي هي النواية نفسها بتاعت اللينكس اللي هي الويندوز اللي هي الحاجة اللي يعني الاساس اللي تبان عليه كل حاجة تانية بتبدأ تشتغل فيها هي اللي بتتعال هي هي الاساس هي اللينكس يعني اللينكس هي الكرنل تمام نيجي لتاني نوع من انواع البرتشن وهو الروت قالك الروت ده بقى نقرأ كده الديكمنتيشن بيقول ايه دوت المكان اللي بقى فيه الروت دايركتوري يعني ايه الروت يعني الترجمة حرفية بتاعتها الجزر ويعني ايه الجزر او الروت كمفهوم بقى بتاعنا بتاع برمجة وكده اللي بيستخدم مثلا موبايل اندرويد ولا حاجة بيقولك انا عايز اروت الموبايل او اعمل له روت يعني ايه روت يعني اخد صلاحات صلاحيات مستخدم الجزر يعني ايه صلاحيات مستخدم الجزر ديت يعني في تبع الويندوز اللي هو الادمينستريتور اللي هو المسؤول اللي هو يعرف يعمل اي حاجة في النظام اللي هو لو وقال للنظام مولع في نفسك هيصدقك ويولع في نفسه لأنه هو بيشتغل بأوامرك انت هنا البرتيشن دوت هو كل الملفات بتاعتك بتاعت الويند بتاعت التوزيع وبتاعت كل حاجة بتتحط هنا تمام? إلا لو قلت له حطهالي في مكان تاني وكل السوفتوير اللي انت بتصطبه وكل الابليكيشن اللي انت بتصطبها بتتحط برضه في البرتيشن دوت إلا لو قلت لها اتحط في حتة تانية يبقى دوت يعتبر بالمفهوم بتاعنا ده السي السي يعني ايه؟ يعني المكان اللي هتصطب فيه البرامج اللي هتحط فيه ملفات النسخة اللي هتعمل فيه الحاجات الأساسية بتاعت النسخة محطوطة في البرتيشن دوت تمام? فده يعتبر البرتيشن الأساسي بتاعك الويندوز بيتحط اللي التوزيع بتتحط فيه او الويندوز بيتحط فيه اللي هو برتيشن السي اللي البرامج بتتصطب فيه اللي الدنيا كلها بتتصطب فيه نيجي بقى للمساحة بتاعته مساحة البرتيشن ده تبقى قد ايه؟ انا عايزك الاول بس ما تتلغبطش من المساحات هجيلك في اخر الفيديو عمل لك كده بالاخر احنا هنعمل ايه او حتى في الفيديو بتاع التصطيب وقول لك انت محتاج مساحة قد كذا جهزها وفضيها وبعد كده هقول لك تبدأ توزع دي ازاي زي ما احنا هنشتغل بازن الله فاتطمن انا بقول لك بس مجرد ارقام بحيث ان انت تبقى عارف انت عايز تفضي مساحة قد ايه من الهورد بتاعك من دلوقتي محتاج مساحة اقل حاجة 10 جيجا وبعدين قال لك بس 20 جيجا ممكن هتبقى حلوة الاستخدامات العادية ان انت بقى هتسطب شوية برامج هتسطب شوية حاجات تطبيقات انت محتاجها فبيقول لك 20 جيجا يبقى من الاخر محتاج 20 جيجا عشان يتسطب ادي اول مساحة لازم تبقى انفضيها عندك 20 جيجا للروت اللي هو بارتشن السي ننزل شوية بيقول لك انت عندك تاني نوع من انواع البرتشن اللي هو بارتشن الهوم دوت بيبقى لازمته ايه قال لك اليوزر داتا بتتحط فيه فورم السيستيم داتا يعني ايه اليوزر داتا بتتحط فيه انت بعد ما بتسطى بالتوزيعة او بعد ما بتسطى بالنسخة بتبدأ تعمل شوية تنزل مثلا قيمة ستارت فوق تطلحها تحت زيما انا مطلحها فوق كده تمام مطلحها فوق عندي هيت تجيبها يمين تجيبها شمال تكبر حجم الخط شوية لا انا انا عايز ما اه اه متصفح بتاعي حجم الخط بتاعه وكذا السيتنجس اللي انت بتحطها عندك شوية صور بتحطها فيها عندك شوية فيديوز بتحطها فيها عندك حاجات من دية تقدر تقول كمالة للسي واحد يقول لي مثلا لا دي مش كمالة للسي دي هي السي نفسها يعني هي دي تعتبر السي ما انا برضو بحط السيتنج بتاعتي وكل حاجة مفروض بتحط في قلب السي قال لك لا التوزيعة نفسها ممكن تحطها تمام وتعمل التخصيص بتاعك والحاجة بتاعتك ده العادي اللي بيحصل بيساق انت سطبت التوزيعة وحطت السيتنجس بتاعتك وكل حاجة تمام جيت بعد كده عايز تعمل اوب جريد للتوزيعة عايز تعمل اه تغير التوزيعة دي وتحط التوزيعة الاحدث منها عايز تعمل حاجات من دي يعني قدامك حل من اتنين ايما تمسح السيتنجس ديت اصلا وتسطبها من اول وجديد كما تعملها اوب جريد كأنها لسه متسطبة خالص جديدة من غير ما حد يلمسها او ممكن تقول لها لأ انت تسطب بكل حاجة بس خدي السيتنجس بتاعت دي الاعدادات اللي انا كنت اعملها قبل كده ديت خديها معاك فكأنك كده انت سطبت الجديد وبنفس الحاجات اللي كنت هتقعد تعملها فانت كده وفرت شوية الاخر مش عايزك تعقد دماغك كتير معايا انت في الغالب محتاجي عشرين جيجا للروت عشرين جيجا للروت وعشرة جيجا للهوم يعني قول تلاتين جيجا للسي اللي هتسطب فيه التوزيعة ودوت من احدث اصدار اللي هو في ديره خمسة وعشرين دوت بتاعتها محتاج تلاتين جيجا اقل حاجة علشان تبدأ تسطب النسكة بتاعتك لو انت محتاج مثلا حبيت حاجات اكتر من كده هتحط اه مش عايزك مساحة يعني وعايز تزود عن التلاتين اشتغ زي الفل اه بس انا شايف ما تقللش عن خمسة وعشرين جيجا يعني انت حاول على قد ما تقدر تبقى من خمسة وعشرين لتلاتين خمسة وتلاتين جيجا كده ديت الرينج اللي انت هتلعب فيه من خمسة وعشرين لخمسة وتلاتين دوت الرينج معقول تلاتين جيجا ده اللي انا هسطبه لنفسي عموما هخلي السي بتاعتي او المكان اللي هتسطب فيه التوزيع بالهوم بالروت بكله دوت تلاتين جيجا فابدأ فضي تلاتين جيجا اقل حاجة من دلوقتي عايز تفضي من خمسة وعشرين تمشي بس نقول تلاتين عشان ما تحتاجش مساحة بعد كده تعرف تزود المساحة بتاعت ده قدام ما تقلقش خالص بس ايه لما تبدأ اتجاه انا بقلق من التعامل مع الهارد عشان الهارد ما يتفرمدش عشان كده في السنين اللي فاتت ديت الهارد بتاعي متفرمدش ولا مرة غزب عني وان انا جاي سطب توزيعه يقوم الهارد كله متفرمد اصطب كزا يقوم الهارد كله متفرمد تمام?